الخلاصة الموضوع مش مين يضحك على التاني احنا مش عايزين بلدنا تبقى سوريا والعلاق والخصة ماش نقطع فتاح اللي انت بتعمله بيضيع البلد فعليا وكل الناس والخبراء مش احنا نصحوك بلاش التفريع في سنة بلاش صندوق النقد بلاش العاصمة الإدارية بلاش القصور الرئاسية بلاش قروض لغاية ما بقت البلد في أزمة مش مستحملة خالص مفيش ضحك دلوقتي يا فتاح مفيش مين يضحك على مين البلد مش مستحملة حد يضحك على حد البلد وصفها شاعر سندباد الكلمة انها بلد العميان دولة العميان هو اللي بيقول يا دولة العميان قولي او قولي اللي بيحكمك كف فائت همومنا الحقيقة جبال وهو ولا بيحس وقفين في قلب طبور عايشين فيكي بالدور عشان نحقق حلم والحلم مات من الوقفة وابنه مات بعده رضيين نموت من الجوع لكن اللي حكمك لا يا دولة العميان دقي نقوس الخطر ده اللي حكمنا جبان ماهوش اساسا بشر سجن اللي قال تعبان قتل اللي يوم اعترض ما رحمش فيكي ضعيف ولا ترك له سند يا دولة العميان يكفيكي زيف وغش ما تقولي عايزة ايه وتجيلنا كده وش في وش ما كفايا غدر وخوف ما كفايا سحل وسجن ما كفايا ابنك هاجر وتعبنا عشتك زول